أثمنا سباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جاريناتش موجوز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشاركين في قمة دول جوار السودان أعربوا عن قلقهم العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية في السودان وتدهور الوضع الأمني والإنساني ونشد البيان الختامي للقمة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب وقال الرئيس السيسي أن البيان الختامي أكد أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدرتها ومؤسستها ومنع تفككها وانتشار الفوضى والإرهاب مشيرا إلى أهمية التعامل مع الأزمة وتبعاتها الإنسانية بشكل جد وشمل كما أعلن الرئيس السيسي أن المشاركين في القمة اتفقوا على تسهيل نفاذ المساعدة الإنسانية إلى السودان عبر أراضي دول الجوار رحب مجلس سيادة الانتقالي السوداني بمخرجات قمة دول الجوار السودان بالقاهرة مثمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة القمة التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربع السودان وأكدت الحكومة السودانية حرصها على العمل مع كل الأطراف السعيات لوقف الحرب مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لوقف العمليات العسكرية فورا إذا التزمت قوات الدعم السريع كما أكدت التزمها ببدء حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين وثمنت الحكومة السودانية مواقف دول الجوار الداعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وكذلك مسعى المملكة العربية السعودية المتواصل من خلال مينبر جدة وكذلك أيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستنسحب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ما لم تتحقق مطالبها مؤكدا موقف موسكو الصارم قبل انتهاء الاتفاق الاثنين المقبل وأضف بوتين في تصريحات للتلفزيون الروسي الرسمي أن الأمم المتحدة لم تفلح حتى الآن في التواصل إلى حل مرد للقضية نفي أن أطلقه أي رسالة تحتوي على مقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن أوكرانيا استلمت ذخائر عنقودية أرسلتها الولايات المتحدة بحسب ما نقلته وكالة رويترز وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها سترسل ذخائر عنقودية إلى كييف في إطار حزمة أمنية بقيمة 800 مليون دولار تهدف إلى ضمان عدم قدرة القوات الروسية على وقف هجوم أوكراني مضاد قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن مجموعة فاغنر لا تشارك في عمليات عسكرية في أوكرانيا بأي قدر من الأهمية وذلك بعد أكثر من أسبوعين من قيام المجموعة بتمرد في روسيا وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر إن بلاده لا ترى قوات باغنر تشارك في هذه المرحلة بأي قدر كبير في العمليات القتلية في أوكرانيا وعلى جانب آخر كانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أن قوات باغنر ستستكمل تسليم الأسلحة إليها أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هارتسوغ الثلاثاء القادم وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبير في بيان إن بايدن سيؤكد خلال اللقاء على أهمية قيم الديمقراطية وسيناقش سبل دعم تتابير الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين وتأتي زيارته بعد فترة من العنف المتزايد في الضفة الغربية المحتلة حيث طالت حكومة بن يمين نتنياه انتقادات من إدارة بايدن بسبب استئناف بناء المستوطنات شكرا